السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد كورس باور بي اي الدرس رقم 39 في الدرس بتاع النهاردة نعمل مقارنة ما بين الباور بي اي سيرفز والباور بي اي ريبورت سيرفر ده لينك اسيبه لكم في الدسكريبشن بيقارن ما بين الفرقات اللي موجودة بينهم هما الاتنين من الحاجات المهمة جدا ان احنا نكون عارفين ان الباور بي اي سيرفز هو الكلود اوبشن الباور بي اي ريبورت سيرفر هو الان بريميس اوبشن حتى لو انا عملت له هوست على الكلاود على vm على الكلاود زي ما تكلمنا في الدرس اللي فات من الفرقات كمان ان انا عندي اللايسنز المتاحة على الباور بي اي سيرفز هي الباور بي اي برو او الباور بي اي بريميوم بالنسبة للPower BI Report Server عندي اختيارين إما أن يكون عندي Power BI Premium أو أن يكون عندي SQL Server Enterprise Edition License مع Software Assurance كمان الريليز لكل منهم الPower BI Service بيحصل لها Update كل شهر الPower BI Report Server بيحصل لها Update 3 مرات في السنة وهم في شهر واحد وفي شهر خمسة وفي شهر تسعة الكمبوزيت مود مش موجود في الPower BI Report Server أن يكون عندي Import Mode مع Direct Query Mode ده متاح بس على الPower BI Service أني أكريت الريبورت على البروزر ده متاح بس على الPower BI Service أني أكريت داشبورت أو Data Flows أو Data Mart أو Data Set ده متاح بس على الPower BI Service أني أعمل M Query Dynamic باستخدام البرامتر متاح بس على الPower BI Service الجيتوي عشان أكوننكت على On-Premise Data Sources ده باستخدمه بس مع الPower BI Service لكن مع الPower BI Report Server لازم أنا أعمل الكوننكشن بالطرق بتاعتي لازم أخلي السيرفر بتاعي اللي عليه الPower BI Report Server هو اللي له Access على Data Source مقدرش أعمل Share Data Set على الPower BI Report Server أني أكوننكت من Power BI Desktop على Data Set موجودة عندي قبل كده في Deport ده متاح بس على الPower BI Service الـ Q&A Chart موجود بس على الPower BI Service وموجود على الPower BI Desktop بتاع الPower BI Service الـ Qoic Insights موجودة بس على الPower BI Service الPower BI Mobile Application اللي سنتكلم عليه في المستقبل ولكن هو متاح لإن لتنين متاح للPower BI Service ومتاح للPower BI Report Server عشان أعمل Subscription على الPower BI Reports ده متاح بس على الPower BI Service عشان أعمل Alert على الـ Data اللي عندي متاح على الPower BI Service فقط الـ Mini-to-Mani Relationship ما بين الجداول في الموضل بتاعتي متاحة بس على الPower BI Service أقدر أعمل حاجة اسمها Cross Report Drill Through أني أروح Drill Through من Report File لReport File الثاني ده متاح على الPower BI Service فقط كمان أني أعمل Full Screen Mode متاح على الPower BI Service فقط الـ R Scripts والVisuals والPython Scripts والVisuals متاحين بس على الPower BI Service الفيتشرز الجديدة الـ Preview Features لما يجيبوا أفكار جديدة أو مزايا جديدة بيضيفوها في Power BI بتكون متاحة للتجربة على الPower BI Service فقط كمان محتاجين نفتكر إن إحنا عندنا اتنين Power BI Desktop واحد مخصص للPower BI Service واحد مخصص للPower BI Report Server Data Privacy موجودة على الPower BI Service فقط Sensitivity Labels موجودة على الPower BI Service فقط أني أعمل Template Apps موجودة على الPower BI Service فقط برضو من الفرقات إن على الPower BI Service بيكون عندي Reports أو الـ Contents بتاعتي موجودة على شكل Work Spaces لكن على الPower BI Report Server بتكون موجودة في شكل Folders أقدر أحط على الPower BI Report Server Folder جوه Folder لكن ما أقدرش أحط الـ Reports بتاعتي جوه Work Spaces والـ Work Spaces ده جوه Work Spaces تاني على الPower BI Service فالـ Work Spaces هو جزء منفصل وبقدر أضيف فيه الـ Contents بتاعتي مباشرة على الـ Power BI Report Server أقدر أحط الـ Reports بتاعتي جوه Folder والـ Folder ده أحطه جوه Folder موجود على الـ Power BI Report Server أقدر أعمل الـ Hierarchy اللي أنا أعيزها يعني في التأسيمة بتاعة الـ Folders على الـ Power BI Report Server دي الفرقات اللي موجودة ما بين الـ Power BI Report Server وما بين الـ Power BI Service أغلب المزايا والحاجات الحديثة والحاجات المريحة بتكون على الـ Power BI Service واضح جدا أني فيه توجه أن كل الناس تشتغل على الـ Cloud وهو أسهل ومش بيحتاج مننا Installation ولا Configuration بشكل كبير ولكن فيه Option تاني للناس اللي محتاجة تشتغل على سيرفر بتاعتها محتاجة تشتغل على الـ Network بتاعتها ما تخرجش على الـ Internet فكل ده متاح لو أنا هتشتغل مع الـ Power BI Report Server فيه طبعا فرقات ما بينهم زي ما تكلمنا ولكن Option متاح عندي هنتكلم إن شاء الله في الدرس الجاي عن إزاي نعمل Installation و Configuration للـ Power BI Report Server والـ Desktop بتاعه ده موضوع الدرس الجاي إن شاء الله أتمنى تكونوا استفدتوا نتقابل إن شاء الله في الدروس الجاية شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر